ترجمة نانسي قنقر خمسمائة وعشرين ألفا وسبعمائة وخمسة وأربعين شخصا هذا وجددت وزارة الصحة الدعوة إلى ضرورة الإقبال على أخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا لما له من فاعلية في تقليل الأعراض الناجمة عن الإصابة بالفيروس ومضاعفاته مؤكدة على استمرار الجهود الوطنية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين عبر توفير التطعيمات اللازمة من أجل الحصول على مناعة مجتمعية ترجمة نانسي قنقر